بسم الله الرحمن الرحيم معي مجموعة من الملاحظات شفتها من خلال تعليقاتكم على الفيديوهات بتاعت مادة الفيزياء على قناة اليوتيوب. اول منحوظة بلاحظها على الناس ان اغلب الناس بتبتدي تبعاتي اسئلة. وانا اول ما بشوف السؤال اعرف اذا كان الشخص اللي بعدها السؤال ده سمع كل الفيديوهات ولا سمع الفيديو واحد او فيديوهين. علشان كده انا بقول الناس او بنصح الناس انها تسمع الفيديوهات بتاعت كل فصل بالترتيب من اول فيديو تاني فيديو تالت فيديو يمشي بالترتيب كده الحال ده اخر فيديو. اي نعم الموضوع ده ممكن ياخد منك شوية وقت وهيضيع عليك شوية وقت. بس سدقني هيوفر عليك وقت كتير وهيطير من دماغك مجموعة حاجات انت متردد فيهم او حاسس ان انت مش فهمهم. فبالتالي هيخليك نفسيا مستقرة. فانا عايز اقول لك اسمع الفيديوهات كلها بالترتيب تسعين في المية او خمسة وتمانين في المية من الاسكلة اللي بتدور في ذهنك في الفصل ده هتلاقيها متجاوب عليها في الميديوهات. بعد كده تقدر لو في حيواقفة قدامك تبعتها لنا على صحة الفيس او في اي فيديو وقدر الامكان لو في وقت هنرد عليها. لكن انا ما عنديش وقت ان انا ارد طبعا على كل الاستفسارات لكن انا بقول لك كده ليه بقول لك علشان ما ينديش تبعت لي سؤال هو متجاوب عليه في فيديوهات سابقة. لانا طبعا هو متجاوب عليه في الفيديوهات. وبعد كده بعد لي سؤال او اتنين. انا متأكد ان nurturing يوم ما هيبعثوا نفس السؤال الاول اثنين. لان باية الاسئلة هيبقى نتجاوب عليها فين؟ في الفيديوهات. بالنسبة للمنحوظة دي انا اخص الفصل الثالث بيها. يعني بالتحديد الفصل الثالث كمان اكتر من الفصل الاول والتاني. لان انا بدأت الفصل الثالث ببداية مختلفة شوية. بدأت الفصل الثالث بحاجتين في اول فيديو اللي هو مجدد السبعة تشردية. بدأت بيه فكرة الفصل الثالث بس الفكرة مجرد الفكرة بدون شرح يا تفاصيل. وبدأت بمجموعة الملاحزات وقوانين وقواعد كنا وردينها في الفصل التاني وكنا وردينها في الفصل الاول. تاب انا بدأت ليه بالملاحزات دي؟ انا بحاول افكرك بالقوانين والملاحزات دي من الفصول اللي فادت علشان بالتأكيد محتاجانها في الفيديوهات الجاية في الفصل الثالث. وانا عايز اللي يjemحوش على الفصل الثالث ما يلغيش الفيديو ده ما يسمعهوش بحاجة ان هو شوفه بكدة لا اسمعوه من تالي لانك هتعمل ريفريش للمعلومات عندك. وبالتالي لما اجي اشرح لك نقطة في الفصل التالي تقول اهل قال الله ده الباشونس حمد شرح لنا في اول فيديو علشان احنا محتاجينها هنا. لما اجي اكلامك مسلا على قانون قوم اه ده الباشونس حمد شرحوا لنا هنا ورجعوا لنا هنا علشان احنا محتاجينه في الحتة دي في القاعدة للقانون الفراضي مسلا. وهكذا. فالمقصد ان انت تسمع الفيديوات كلها بالترتيب وخاصة الفصل التالت. طيب دي كانت اول ملحوظة. الملحوظة التانية والمهمة واللي الناس سألتني فيها كتير جدا جدا يعني. اللي هي هنكمل المنهج ولا لا? هو مبدئيا حتى الان الحمد لله احنا ماشيين وماشيين بمعدل كويس. اي نعم قد يكون بطيء شوية يعني لكن هو نفس المعدل تقريبا بتاع كل المدرسين على مستوى الجمهورية. فيه ناس سبقا طبعا معدد وسط للفصل الرابع لكن المعدل العادي او المعقول هو اللي احنا ماشيين به. او ان كنا احنا بطاقصينا سوية يعني. طيب فحتى الان احنا ماشيين بمعدل معقول. هل هنكمل المنهج ولا لا? حتى الان برضو لا يوجد ما يمنع ان احنا نكمل المنهج ان شاء الله معك. وتكملتي للمنهج هو مصلحة ليا اكتر ما هو مصلحة لك. انا لما نزل حاجة ويستفيد بيها عدد كبير فبالتأكيد ان شاء الله رب العمين ربنا هجعله خالص لوجه الكريم ويقبله مننا ده اكيد في مصلحتي في الدنيا وفي الاخرى. وبالتالي من مصلحتي ان انا اقدم الفيديوهات ديها ديك. لكن قد تضطرنا الظروف في وقت من الاوقات الى التوقف جزئيا او التوقف كليا عن استكمال المنهج. وان شاء الله ولو ربنا قدر بدا وما قدراش يستكماله السنة دي بالتأكيد هيبقى من حافظ الناس السنة الجاية ان احنا نستكماله ان شاء الله. فالظروف اللي ممكن تضطرنا على حاجة زي كده ظروف كتيرة. ممكن مسلا الشور. ممكن مسلا الدراسة الماجستير يعني. ممكن مسلا بعض ظروف مادية تطرق على الواحد تيخليه يحاول يستغل الوقت ده في ان هو يتكسب بحس يتغلب على الظروف المادية. وحتى الان الحمد للهرب العالمين لا يوجد اي ظرف من الظروف ديت حاليا. ونتمنى ان هي بتبقى موجودة في بعض الاحيان لكن بنحاول نستغل الوقت ده ان احنا ناخد اه فيديو مسلا او اتنين فيديو في الزجوع فبينمشي الدين. ونتمنى ان الظروف دي ما تعطلناش عن اه استكمال الرسالة. فده بالنسبة للسؤال اللي محياركو شوية ان احنا هنكمل منهج والبقى حتى الان هنكمل ان شاء الله. بالنسبة بقى المعدل اللي احنا ماشيين به. برضو ده سؤال متكرر جدا من الناس على الفيديوهات على القناة. اه كتير من الناس بتعلق وتقول هو المنهج هيكمل ولا. عايز اقول المعدل اللي احنا ماشيين به اه هتكلم نلحق نخلص ولا لا. هو الطبيعي ان ده المعدل المعقول. بمعنى ان احنا اي نعم احنا احنا في الفصل التالت. وخلصنا يجي نص السنة او اقل من نص السنة بحاجات بسيطة. بس هو ده المعدل المعقول لالفزية. بمعنى ايه يعني? الوحدة التانية كلها آآ موضوعات نظرية. يعني موضوعات نظرية? يعني شرح نظري. الوحدة الجولة هي مش شرح نظر بس. هي شرح نظري ومعا اسئلة ومسائل كتيرة جدا. مثلا هديت مثال كيرشوف. لما يجينا شرحنا شرحنا القانونين بتقعه. القانون كيرشوف الاول وقانون كيرشوف التاني. القانونين كشرح ما يوضوش ربع ساعة او تلت ساعة بكتير بحتى اقصى. لكن عملنا ما لا يقل عن ساعة ونص او ساعتين حل مسائل على كيرشوف. فازا لما بيجي المدرس يشرح لك كيرشوف بيشرح لك آآ نص حصة شرح كيرشوف نفسه كنظري ويديك حصتين معاهم شرح اسئلة على كيرشوف. نفس الكلام ده هتدائم اتكرر على قانون قوم للدول الموراقة. نفس الكلام ده هتدائم اتكرر على جهزة القياس. يشرح لك مسلا درس جهاز قياس ويديك حصة حل مسائل. يشرح لك جهازين مثلا قياس ويديك حصة ولا حصة فين حل مسائل. فاصبح دلوقتي المسائل وقت ده اه ضعف الشرح كمان. اما في الوحدة التانية انا شرحت درس النهاردة بكرة ما فيش عليه مسائل الا ان الدرس ده اغلب الدروس النهاردة دروس نظري. مجموعة معلومات انت بتعرفها وتفهمها وتحفظها في النهاية لو في حاجة محتاجة تتحفظه خلاص. فبالتالي الحصة اللي بعدها بتخش الدرس جديد. فده اللي بيخلي الوحدة التانية تخلص برتم او معدل اسرع من الوحدة التانية. فعشان كده عايز اقولك ان المعدل اللي احنا ماشيين بيه لو ماشينا بيه على الوؤادة تعريحالي ان شاء الله اه في حدود واحد اربعة خمسة اربعة عشر اربعة نكونوا خلاصين المنهج ويبقى او ده من الناس شهر او شهر ومص ان هما يقدروا يرجعوا المدى. في بقى ملحوظة من هما كمان وهي انا عايز كل واحد بيلاقي معلومة في السنة والعين او بيلاقي حاجة انها هتفيده يريتي بلاغها لزملاته. صدقني والله ما هتفرق معاك انت حاجة. يعني انت مش هتخسر حاجة ان انت تتبلغ زميلك بمعلومة او بفيديو انت شفته حب لقيته هو هيستفيد منه. علشان يعني الحمد لله رب العالمين ربنا هيخلف عليك بالخير. انا شفت الكلام ده معي انا شخصيا ما انا في السنة والعام. فبالتالي انت شفت من الفيديوهات الفيزية حلوة بلغ زملاتك بيها شفت فيديوهات كويس على النت ولقيت حل لهو كويس. تبلغ بزميلك تقول ان والله ده في مسألة كزا تعرف تحلها. اه تختبره فيها معرفش حلها تقوله طب الحل بتاعها كزا كزا كزا. هو نفس الكلام يعمل معك ده. ده بيخليك انتو اللي اتنين تطلعوا مع بعض. لكن انت لو قفلت المعلومات جيت عليه وهو قفل المعلومات اللي هو بيجيبها عليه. فاصبح انت معلوماتك معاك وهو معلوماته معايا. يجيك المسألة واحدة من هنا واحدة من هنا. انتو اللي اتنين متعرفوش تحلوا المسألة تين دولار. فاصبح دلوقتي انت لما ربنا كلمة معلومة فيد بيها زملاتك. طبعا في النهاية مش هنس اقول لكم ما تنسوناش من دعوتكم. ويا بيت كل واحد بيستفيد من لنا. ما ينساش ان هو يدعينا. فيه صلاته. يدعينا بقى باي طريقة هو عايزها. واوليقة الامور اللي متابعيننا كمان. مش عايزينكم برضو تنسونا من دعوتكم. ان شاء الله نحاول نكمل مع بعض ونتمنى ان ما في الظروف تمنعنا من الاستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.